اشتركوا في القناة تزايد المزعز لامن واستقرار المنطقة بما في ذلك الجمهورية اللبنانية الشقيقة وقطع غزة والانتهاكات الخطيرة في الضفة الغربية وتهديد المسجد الاقصى الشريف والمقدسات الدينية ادان المجلس الوزاري التصعيد في الاراضي اللبنانية والفلسطينية وحذر من التداعيات الخطيرة جراء هذا التصعيد الذي لا تقتصر اثاره على هذه المنطقة وحدها وانما تتعدى ذلك الى دائرة اوسع وما يترتب عليها من تهديد للسلم والامن الدوليين مؤكدا ضرورة حماية امن المنطقة وعدم اتساع رقعة الحرب مطالبا كافة الاطراف المعنية بهذا التصعيد بضبط النفس والكاف عن العنف وتغليب لغة الحوار كما طالب المجلس الوزاري المجتمع الدولي بالاطلاع بمسؤوليته واكد المجلس الوزاري وقوف مجلس التعاون الى جانب الشعب اللبناني الشقيق بكافة مكوناته في هذه المرحلة الحريجة ودعا الى تكثيف الجهود الدولية والاقليمية لتقديم الدعم الانساني العاجل للبنان للتخفيف من معاناة المدنيين وشدد المجلس على ضرورة تطبيق قرار مجلس الامن رقم 1701 والقرارات الدولية ذات الصلة واتفاق الطائف لاستعادة الامن والاستقرار الدائم في لبنان وضمان احترام سلامة اراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دوليا اكد المجلس الوزاري على وقوف مجلس التعاون الى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق مؤكدا على ايدانته للتصعيد الاسرائيلي على غزة والضفة الغربية ومطالبا بوقف فوري ودائم لاطلاق النار في قطع غزة وانهاء الحصار المفروض على القطاع والافراج عن الرهائن والمعتقلين مشددا على اهمية فتح جميع المعابر بشكل فوري دون شروط وضمان تأمين وصول كافة المساعدات الاغافية اشهد المجلس بالدور البناء الذي تقوم به دول مجلس التعاون مع شركائها الاستراتيجين خاصة الولايات المتحدة الامريكية ولخفض التصعيد وتعزيز الامن والاستقرار وحماية الملاحة البحرية في المنطقة وضمان امنها واستقرارها وازدهارها